اشتركوا في القناة جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وخلال اللقاء جرى استعراض عدد من المواضيع المتصلة بالشأن المحلي وفي مقدمتها دفع المسيرة التنموية الشاملة والنهضة الحضارية التي تشهدها البلاد في كل الميادين وأثناء جلالة الملك المعظم على الدور الكبير الذي يطلع به صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء في خدمة وطنه وترسيخ ريادته وتنفسيته العالمية في كافة المجالات وأسعي سموه الدؤوب لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الحكومية والنهوض بمختلف القطاعات المحورية وأتبني المبادرات والاستراتيجيات المواكبة للتطور للاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية لصالح الوطن والمواطن وأشاد جلالته بعطاء أبناء المملكة وإسهامهم الفاعل في بناء نهضة الوطن وبالإنجازات المهمة التي تواصل تحقيقها الكفاءات الوطنية وأتبوئها المراكز القيادية في المنظمات والهيئات العالمية والتي تحكس كفاءتها وتميزها وسعيها المخلص لإعلاء شأن بلدها ورفع رايته وتعزيز ريادته ومكانته كما أشاد جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء بالعلاقات الوطيدة والتاريخية القائمة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من رعاية واهتمام من جلالته وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله مؤكدين همية مواصلة تعزيز فرص التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات كافة ودعم المبادرات والبرامج التي تخدم قطاع التجارة والصناعة من خلال الاتفاقيات والمبادرات المثمرة والتي تمت بين البلدين الشقيقين في هذا الشأن في إطار مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله وبشان التطورات المستجدة والمتسارعة والتي تشهدها المنطقة بما فيها الأحداث الجارية في قطاع غزة أكد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على الحاجة الملحة إلى جهد دبلوماسي مكثف بين كافة الأطراف الإقليمية والدولية من أجل السلام للجميع وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مشيرا جلالته إلى أهمية خفض التوترات في الشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري وضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي في إيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة وأجدد جلالته في هذا الجانب دعوته إلى سرعة إعقاد مؤتمر دولي للسلام لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته الوطنية مبديا استعداد مملكة البحرين استضافة هذا المؤتمر الهام ترجمة نانسي قنقر